هذا المشهد الدامي الذي تعيشه عاصمة الشمال اللبناني ترابلس بين الفينة والأخرى يغذي ذاكرة متجددة بصور الاقتتال التي يسهل إحضارها من أرشيف الماضي القريب لمدينة الفيحاء بين جبل محسن والتباني مخيم البداوي في قلب الحدث سائرا عكس التيار المتشنج فجمعية إنارة وتحت شعار نلعب من أجل السلام نظمت بطولة رياضية لفرق في المخيم ولطرفين نزاع التباني وأجهب المحسن الدورة عملت لكسر الجليد لبين المناطق اللبنانية والفلسطينية وكمان بين الفلسطينية وبين بعض وبدنا نحل نحن المشاكل كلها عن طريق الرياضة إن شاء الله تنحل اللقاء الرياضي شكل مساحة فرح عجز عنها الساسة ونجح فيها مخيم البداوي وفلسطين من خلال المؤسسة نحن صراحة بحاجة كفئات لبنانية نتعرف على الأخواننا الفلسطينية وعلى أخواننا السوريين وحتى على كل الطواف سواء كان علوي أو سني أو مسيحي نحن بحاجة هذا الولد بحاجة أنه يتربى على شيء اسمه العيش المشترك البطولة في كرة القدم شاركت فيها ستة فرق من البداوي والتباني والجبل وكأس الفوز حصده فريق الخليل من المخيم هذه الدورة خلت الولاد تتعرف على ناس تانيين من بيئة تانية تقريباً عم بيعانوا ظروف قريباً للي عم بيعانيها نحن وقربنا من بعض أكتر وأكتر طولة كتير مهمة لأنه تجمع بين الأصحاب وبيننا كلنا كفلسطينيين وابنانيين ونعيش كلنا مثلاً عيش واحد وكل شيء هذا يعامل مثل عيش المشترك كيف لما نضمن مع معنا كأفرط كلنا الميداليات وزعت على كل المشاركين أبناء المدينة ورجالها المستقبليين الذين جمعتهم مآس كما تراث عريق وفرقتهم السياسة فلتم شمل أبناء الاقتتال والتأم في حضرة فلسطين ترجمة نانسي قنقر